السيد احمد الفساد المالي للتنظيم الدولي رحته فاحد طيب انا تحياتي لأستاذ نبيل لأستاذة فريدة سزتنا والكلام في حضرة الكبار له جلالي يعني فانا يعني بحييكم بحيي السادة الزملاء انا بس انا عايز اوقف احمد حايتنيش يا حمد ايه لا حايتنيش يا حمد احنا طول الوقت احنا فضل فضل انا واقف انا بس انا عايز اقفز على نقطة مهمة جدا مسألة التوظيف التوظيف هي اخطر ما يكون في تنظيم الاخوان قبل ما نتكلم عن الفساد المالي وما شابه تنظيم الاخوان هو تنظيم وظيفي بامتياز طب نبسط للسادة المشاهدين الوظيفي يعني قابل الايجار يعني هو تنظيم من حين لاخر يقوم بعملية احدى الدول حتى الانظمة المصير للأسف تقوم بتوظيفه هو هو زي الموفيا بالزبط كده مع الفارق مع الفارق انه بيرفع شعار دين يعني بيستخدم افكار دينية وافكار سياسية وما شابه لكن هو الدول الاوروبية والبعض الدول الكبيرة والدول الاقلمية تقوم بتوظيفه من حين الى اخر كل حسب مصلحتي وحسب خلافه وحسب معطياته واهدافه في ذات الوقت يعني منذ النشأة وهو يقوم على هذه المعطيات المهمة جدا الدولة المصرية مؤسسات الدولة المصرية قامت بتوظيفه حتى العهود حتى الانظمة تقوم بتوظيفه من حين الى اخر وجه الاخوان معروف توجهاته معروفة هو تنظيم تخريبي بامتياز هو يعني تنظيم الاخوان لا توجد له محاولة بناء واحدة هو دائما يتحدث عن انه تنظيم استطيع ان يبنيه استطيع ان يسيطر حتى الدول التي استولى عليها في دولة اقلمية كبيرة استولى عليها هذا التنظيم الا انه دخل بها في مشاكل كبيرة جدا مع كل محيطه مع العالم كله تلاتين ستة لو كانت تأخرت اسبوعين بالزبط اسبوعين اه بالزبط مشكلة ضخمة كنا دخلنا في حرب اهلية اه طبعا واللي عايز يزايد يزايد ده واقع عشناه لو كانت تأخرت اسبوعين هو تنظيم انا واقف عند فكرة استخدامه طول الوقت طول الوقت يتم استخدامه يمكن فكرة العمالة اللي تأسس عليها هو قائم على هذه الفكرة بالاساس انه هو يقبل فكرة انه يستخدم طول الوقت يعمل لمن يدفع اه لمن يدفع لانه هو بلا استخدام بدون استخدام الفكرة تزوب وتنتهي لكن هو طول الوقت يتم استخدامه وتوظيفه انا همر عليك برور سريع بخصوص توظيفه توظيفه واستخدامه في مصر للأسف الانظمة المصرية الملك فاروق استخدامه ثورة يوليو استخدامه الرئيس السادات استخدامه خايف تقول ان في عهد الرئيس عبد النصر تم استخدامه والرئيس عبد النصر استخدمه بالمناسبة الرئيس عبد النصر هي مش هتعقب دلوقتي يعني احنا انا في تقدير الواقع هو الذي يتحدث يعني ليس انا يعني الواقع الذي يتحدث هو رئيس عبد النصر البدايات صورة يوليو كان اسمها الحركة المباركة واول من كتب في الصحافة انها ثورة وليست حركة مباركة كان سيد قطبي فروزر يوسف شوفوا المفارقة يعني يعني الرئيس يعني يعني مش هذا ده مش هيكون حديثي لكن انا انا واقف عند فكرة انه توظيفه بيتم طول الوقت كل الانظمة استخدمته كل الانظمة استخدمته وللأسف يعود ما هو ده الخطأ اللي احنا لازم نتعلم منه فكرة الصفقة هم دايما يسعى على صفقة هو يسعى للصفقة ده مفهوم ومعتبر بالنسبة لكن انت المؤسسة الدولة المصرية الانظمة هي اللي تستخدمه وتوظفه كل الحسن وتفع وتمن كلنا دفعنا فيه اه تمن ضخمة ده بالنسبة للداخل المصري الخارج الدول الخارج بتستخدمه من حين لاخر من وقت لاخر تستخدمه دولة بس هو ما في حالة شارزمة الان وحالة ملاحقة لما نشوف اللي بيحصل في المانيا وفي النمسا وفي فرنسا ما ده بيحصل كل مرة بيتم استجماع القوة والتوظيف بره اخرى وتغيير الوجوه وتغيير السياسات وتكتيك وما شابه ويعود بتنظيم مرة اخرى هو تنظيم يعني هو تنظيم ملعوبة لا تنظيم هو عنده خبرة من نوع المخاطعة وستاذ دبيل عنده خبرة عنده خبرة هو مر بهذه الأحداث كثيرا جدا السادة الجملاء يعني يا صفيدو في المسألة مر بها كل مرة يمر بها وكل مرة يعود قوي لانه هناك من يستخدمه ويوظفه ده اخطر ما يكون في مسألة كيف نقطع الطريق لعودته الوعي العام الوعي العام الوعي العام الوعي العام لازم الوعي العام